ونستعرض الآن مشاهدين أغلاق أسواق المال الإماراتية في تعاملات اليوم فكما نشاهد فإن مؤشر السوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق متراجعا تراجع طفيف 20% تقريبا عند 9476 نقطة أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق أبوظبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 203 ملايين سهم بقيمة تجاوزت 982 مليون درهم أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت أسهم غذاء القابضة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مرتفع ب43 درهم و86 فلس وأم القوين الاستثمار العامة وفيرتوغلوب أيضا مرتفع بأكثر من 3% أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق أبوظبي أسهم العالمية القابضة أسهم الفاضب القابضة وفيرتوغلوب مرتفع بأكثر من 76 مليون درهم ومجموعة مولتوبلاي أيضا مرتفع بأكثر من 66 مليون درهم أما بالنسبة للمؤشر في سوق دبي أيضا أغلق على تراجع بأكثر من 20% عند 3990 نقطة أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق دبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 90 مليون سهم بقيمة 229 مليون درهم أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في دبي فهي أسهم شركة دبي الوطنية للتأمين مرتفع ارتفاع كبير عند أكثر من 13% وعمال للتأمين وشركة الإمارات للمرطبات والاتحاد العقارية أيضا مرتفع بأكثر من 2.5% أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق دبي فهي أسهم الإمارات دبي الوطني أعمار للتطوير أعمار العقارية ديوا مرتفع بأكثر من 23 مليون درهم